من لم يمت أثناء المعركة مات بجراح تلك هي المعادلة المفروضة قصرا على رجال المقاومة وهي ذاتها المفروضة أيضا على المدنيين من ضحايا حرب الميليشيا تفاقمت المعاناة وعلت أنات المصاب وبقيت ردود الفعل الرسمية غائبة أو دون ما المستوى لا تعالج الجراح بالإهمال ولا يصح التعامل معها من باب إسقاط الواجب تلك أبجديات في التعامل عجزت الجهات الرسمية حتى الآن عن فهمها أكثر من ثلاثين ألفا بحسب إحصاءات اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة هم عدد الجرح جراء حرب الميليشيا بعضهم مصابون بإعاقات دائمة وكثيرون منهم عضة للموت في أي وقت نتيجة عدم تلقيهم للعلاج تتعاظم المعاناة أكثر عندما يموت الجريح مرتين مرة بتعرضه للإصابة وأخرى بعدم الالتفات إليه وذلك هو حال الكثير من الجرح خصوصا أولئك الذين يعيشون في محافظة تعز المحاصرة التي تمنع الميليشيا دخول المساعدات الإغاثية والطبية إليها منذ أكثر من عام لتكتب على المصابين فيها موتا هو الأصعب يوما بعد آخر وأعداد المصابين في تزايد ومعها تعلو نداءات الاستغاثة المطالبة بالالتفات لملف الجرحة وما من استجابة حتى الآن فلا الميليشيا اكتفت بمضاعفة جراحاتها على اليمنيين ولا السلطة الشريعية أظهرت تحركا جادا لوقف هذه المأساة المستمرة